اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك تيارات التي أبدت مرونة كبيرة وتكيب سريع مع مستنزمات اللحظة السياسية الرهنة وما تطلب من فروض وما تطلب من آليات للإندماج في بناء دولة حديثة على قواعد مؤسساتية صلبة وليمقراطية بينما هناك تيارات إسلامية لكنها لم تتكيف بعد مع مستنزمات اللحظة الرهنة ولا زالت منشدة إلى منظورات غير قابلة للتطريق على المستوى العملي فيما يتعلق ببناء الدولة وإدارة التدول على السلطة والاعتراف بالتعددية السياسية إلى أخرى لكن على العموم يمكن أن نقول اليوم في أن الدفاعين أمام منعطر أساسي يفرض عليهم ويحتم عليهم القدرة على الاجتهاد القدرة على التجديد القدرة على ابتكار وإبداع الحلول العملية الصالحة للناس في معيشهم اليومي تحصيل أحوال الناس التي اقتصادية والاجتماعية والأهم من كل ذلك هو إرساء أوعيد التداول السلمي على السلطة وبناء الدولة المدنية الحديثة علاقا من الورجعية الإسلامية وباحترانها الكاملة لكن أيضا بمراعاة الضروف وتعملات الاقتصاد الاجتماعية التي تعرفها البلدان بالنسبة للمغرب نحن لم نعرف طورة لكن عرفنا طورة نفسية وعرفنا حراكا شبابيا مهما جدا طلق يوم 20 فبراير وكانت لها ارتدائية أساسية وحول مصار السياسة في المغرب من مصار تراجعي إلى مصار واعد بالكثير منها على الإنجازات طبعا الأمور لم تقسم بعد نجحنا في الصورة الأول بعد التصويت على البلدان بعد الانتخابات التي أعطت الحفظ عجل التهمية الرتبة الأولى لأول مرة في تاريخ المغرب واعتبرت هذه الانتخابات أكثر نزاهة في تاريخ الحياة السياسية المغربية وتم تشكيل حكومة بناء على القواعد السورية الجديدة لكن الشوطة الثانية لم ينتعي بعد الشوطة الثانية الجميع لا زال يترقبون الإعلاء من قيمة القصور واعتبار قصور ورتيقة سامية على جميع الممارسات السابقة القطع مع جميع الممارسات التي لا تعترف ولا تكرر بسمون القاعدة السورية تفعيل مضامين البصور بطريقة ديمقراطية التأويل الديمقراطي للبصور تنزيل قوانين تنظيمية بناء على فلسف البصور الجديد أي أن المسؤول يمقرون بالمحاسبة وكل من يمارس السلطة يخضع للمراقبة والمحاسبة إعطاء السلطات الكاملة لرئيس الحكومة باعتباره رئيس سلطة تنفيذية وإقاع المراقبة والمحاسبة بناء على ذلك كل هذه المؤطيات لا زالت محل مراقبة لا زالت محل نظر لا زالت محل ترقب من طرف المواطنين بالإضافة إلى الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة جدا والتي ترتفعت بمرحلة الراهنة والتي للأسف جاءت بالتزامن مع ضفن اقتصادية صعبة محكومة بأزمة مالية عالمية محكومة بتراجع واردات دودة فيما يتعلق بين أموال المغرب 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 في فارج أو فيما يتعلق بعائدات السياحة أو فيما يتعلق بعائدات الموسم الفلاحي الذي للأسف كان في هذه السنة ضعيف لكن على العهم المهم الآن أن يسترجع المواطنين وكرامتهم أن يشعر الإنسان المغربي بالتحول أن يشعر بأن هذه التجربة تصنع الفرق بعد تجارب السابقة وهنا لابد أن نحل إلى أن هناك بعض مؤشرات مغرقة التي لازلت تعود بنا إلى الماضي ولم تحصل في سطوضياء قطيعة لازل هناك ضرق مواطنين في الشارع لازل هناك منع بعض الأرشيطة العامة بناء على تأميلات غير قانونية إذن نحس بأن هناك بعض مراكز النقود تستجمع بواها من أجل عودة من جديد وإفشال هذه التجربة بجميع الوسائل إذن الشوط الثاني لم يستكمن بعد جميع يترقب وكما قلت سابقا الرابع العربي لم يقل كلمته النهائية بعد اشتركوا في القناة